من ضمن الكلام اللي بيتقال مثلا في كاس العالم يوم يقول لك ايه يعني الناس اللي مش طيقة بقى بما ننا بنتكلم على الصفقات والعروض والكلام ده فلا ليعمل حاجة الحاجة دي تطلع كويسة عاجبة ناس كتير ينطلك حد في النص يرمي لك شط راب على الخبر واصل تم اقحام الوكيل في الصفقة علشان السبوبة وطبعا لقح علي واخد بالك والكلام ده اه في موضوع علاء عبد العيل مش كده في موضوع علاء احمد علاء بس اللي عايز اقوله الملحق في الامر بقى اه انا الاهلي لم يدفع لأي وكيل ولم يوجد اصلا وكيل ومسهل الاهل كمان خالص في هذا الامر اه وانا كنت اقعد مع الكابتن علاء اه اه في واحنا بنحط الرتوش بقى بنتواصل مع اه سيد مساعد وزير الداخلية واللاعب وكده هم واحير هذا الموضوع يا ريت يا جماعة نشوف الكابتن علاء عبد العيل لو امكن نتواصل اه اه يا ريت بس يسمعني حتى يشوف ياكد او يعدل علانا بقوله ايه فاوسير هذا الموضوع فقالت له من فضلك الولد لو كيل قال لي انا كان لحد علمي ملوش قالت له لو سمحت يروح لوحده لكابتن سادع والحفيز وطلبت الكابتن سادع والحفيز واحنا عاديين اه قالت له انت ناوت عامله ازاي قال لي كذا 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 فما قلتش لكابتن علاء قالت له اطمن اطمن مش محتاج حد يكون موجود معاه ولا حد موجود معاه مش هيعمله اكتر من اللي عمله له الكابتن سايد صحيب فيقدر ولكن في نطاق انه لاعب جديد داخل النادي الاهلي ايه لكن حياته اتغير ده اللي قد رأوله لك اه ومش محتاجين حد يخش لان احنا كنادي اهلي ملناش وكيل في هذه الصفقة وبنقول للوكيل حتى لما بييجي بيقول له انت تمثل لاعب ما بنيديش حد عمولات نادي الاهلي ما بيديش حد عمولات انا بتكلم عن الفطرة اللي انا بعصيرها دلوقتي اي وقال لي واحنا حصل حوار معايا مبارح وقال له واحنا اصداد ابراهيم بالذات اللعبة اللي جامد دوري المنتاز يعني يقول لك مهنة بناشين اه افشا احمد علاء احمد سامي هو انا محتاج لحد يعرفني على دول ده انا لاعب قدامهم اه انما انت ممكن تيجي تقول ايه لو عايز اللاعب وده اللي بيحصل انا جيبهولك انا وكيله فالرد اللي بقوله ايه لان احيانا يكلمني اتنين وثلاثة واربعة على لاعب واحد اه فبقوله والله اللي يجيلي يجيلي بتفويد من اللعب يقوله انه بيمثله وانا مش فرق معايا لسبب لن اتحمل انا اي مستحقات الا اللعبة ميجي يقول ايه دوكيلي اديله من مستحقاتي انا بورق رسمي النادي الاهلي يخصم من مستحقاته بشكل رسمي من مستحقات اللاعب سواء متقصاته او على طول او بجواب من اللاعب يقول انه هو ده يستحق كذا مني وهو ده وكيلي فالقضية قضية لاعب ووكيل مش قضية نادي ووكيل في الاخت عشان الناس ايه ده شوية انا هنا بس يهمني اقف عند نقطتين في القصة ديت يا جماعة لانه دي بتصرف الاعلام كتيره في السوشيال ميديا اولا ما يتعلق بالصرف في النادي الاهلي المفترض الكل عارف كويس اوي ان المسألة شديدة الدقة والانضباط وانه كل السادة القائمين على الشون ما بقولش ده عشر منص عادل قاعد لا كل السادة المسؤولين في النادي الاهلي اللي قبل كده واللي بعد كده والحاليين والسابقين على درجة عالية جدا والحمد لله من الشفافية والنزاهة والحرص على مال النادي فدي مسألة مش محتاجة مزايدة ولا محتاجة حتى تأكيد لكن المشكلة فين المشكلة تقمن دايما وابدا في صراع الوكلة اللي المهندس عادل بشير اليها تلات اربع افراد كل واحد يدعي انه وكيل اللعب الفلاني اللي صديقه واللي كان جارهم زمان واللي يعرف اقوه واللي ابن خالته متجوز بنت عمته حدوة جبيرة جدا الناس كلها متداخلة فيها وكل واحد متداخل متخيل انه مجرد ما تقال ان انا اه وكيل اللعب فلان الفلاني يبقى مستحق العمولة بتاعته هنا الاهلي بيتعامل في الوضوح بالمسألة دي الاهلي ما بيديش للوكيل فلوس من النادي للعب انا مش محتاجة اشوف لعيب في الدور انت لما تتكلملي على لعب الداخلية والنادي الاهلي يعني زي ما المهندسة عادة يتكلم الكابتن علي عبدالعال محتاج وسيط او محتاج وسيط يكلم حد في الاسيوتي الكابتن هادي خشب ولا علي مهر ولا حد يعني ما اعتقدش كل دول المهندسة عادة او اي مسؤول للتعاقدات في النادي الاهلي عاجز انه يتواصل مع دول قد يكون الاتصال مع لعب الدرجة التانية اه عناصر مباشرة جدا كويس انك قلت الدرجة التانية الدرجة التانية بقى من اللي بيجبهم لك اه مش وكلاء انما بقدر ما هم ناس كشفين بيشتغلوا اه ودي ناس بتبقى طلباتهم لاهي مبالغ فيها اه وبسيطة لما بيقول لك على لعب انت متعرفش عنه حاجة وتبتدي تبعت لجنة تتابعه فنية ولما واللجنة برئاسة الكابتن علاء ميهوب وعدوية كابتن شام حنفي كابتن حمدى براضي وبعد ما يتفرجوا نروح رايحين جايبين المعلومات دي مدينها للدكتور عمرا بول مجد والكابتن خالد دادالة يبتدوا يطبقوا ما سمعوه ان يجيبوا اللاع ويحطوه تحت الميكروسكوب ولما يعجبهم يبتدوا يقولوا كابتن عبد العزيز والكابتن عبد العزيز بيكلمني علشان روح اتفاوض بنتكلم كل الحلقة دي في هذه الدائرة المحكمة اه وفي الآخر بتعرف محدش طبعا يسمع عن فلان احاول اسمع عشان ما يروحوش هم يعني استخطبوه الناس بيجيبوا للنادي الاهلي لعيب وبيحبوا الاهلي يعني انا انا اسلام محار بقوا تلك قبل كده واحد اسم محمد اسماعيل دابولي مكافر الشيخ مدال الراجل بيرشح لعيبة كويس وغيره غيره فيه ثلاثة اربعة محبين للاهلي وكشفين وفيه اتنين مسا منهم بيشتغلوا معايا مخلصش بيروحوا النوادي ثانية وده حقهم طبعا بيعرض عليك انت اولا ما خدتش بالزبط كده ولا يناقشك هو بيستنى انت تقدر جاهده ازاي بتديله خمسة عشرين تلاتين اربعين خمسين زي ما تيجي طبعا كانت كده حتى كابتن الشربين في القطاع الوكيل اللي راح جاب حسام غالي والوكيل اللي جاب عمد متعب وهم صويرين اوي ما هو دول هم دول هم دول دول مش وكلة كشاف اه انما بيشتغلوا في الليلة دي بالزبط وما بيبقى لهمش طلبات يعني بالمعنى اه ولما تيجي تقولوا في الاول انا فيدي حديك وفيدي مش حديك بيبقى فاهم ليه اه والكلام ما بيبقاش يعني في مدير رياضي دلوقتي يعني دول حتى مش مش مني ليهم ايوا او من ناجي او علاء منه بتوديهم لكابتن زيزي لا بييجوا كل الناس بيتكلموا دوروا قد ايه وبتاعوا بيعود الكابتن عبد العزيز وبنقعد مع بعض ويقضى بتاعب كل واحد تقييم جماعي في الموضوع محدش بيتصرف من وراء التاني اي لا النادي الاهل يا جماعة بعيد عن دماغه قوي فا اتمنى انه الناس تبقى واخد بالها من صراع الوكيل والسماصر ما جاتش عن طريقي يبتدي لطش يبدأ يرق ويرميها هنا ويرمي كلمة علشان يحاول يضغط ان هو ياخد حاجة لكن المسألة في الاهلي اكثر انضباطية من ان ينفذ اليها اي حد من هؤلاء السماصر وانا مصمم على لفظ السماصر الحقيقة